اشتركوا في القناة عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والمبنية منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك كبلدين حليفين وشريكين مشيدا بتطور المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي خاصة في الميادين العسكرية والدفاعية بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة كما أثنى جلالته على ما بذله الفريق بحري سامويل بابارو خلال فترة عمله من جهود طيبة أسهمت في تطوير وتنمية التعاون البحريني الأمريكي لأسيما في الجانب العسكري والدفاعي وتقديرا للدور الكبير الذي يقوم به الفريق بحري سامويل بابارو قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية قائد الأسطول الأمريكي الخامس القوات البحرية المشتركة في دعم علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات فقد تفضل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله بمنح الفريق بحري سامويل بابارو وسام البحرين من الدرجة الأولى تقديرا لجهوده ومساهماته العظيمة متمنيا جلالته له التوفيق في مهامه المقبلة بسم الله الرحمن الرحيم Your Majesty King Hamad bin عيسى آل خليفة King of the Kingdom of Bahrain Vice Admiral Samuel Paparo Commander of the United States Naval Forces Central Command U.S. Fifth Fleet Combined Maritime Forces Mrs. Maureen Paparo Spouse of Vice Admiral Samuel Paparo Your Excellency's Distinguished Guest In recognition of the great role played by Vice Admiral Samuel Paparo Commander of the United States Naval Forces Central Command in supporting the distinguished friendship and cooperation relations between the Kingdom of Bahrain and the United States of America in all fields His Majesty King Hamad bin عيسى آل خليفة will award Vice Admiral Samuel Paparo the order of Bahrain First Class in appreciation of his great efforts and contributions من جنبه قدم قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية قائد الأسطول الخامس هدية تذكارية لجلالة الملك المفدى وهي عبارة عن صورة تذكارية تاريخية تعكس ما تتمتع به العلاقات الثنائية بين البحرين والولايات المتحدة من تاريخ مشترك معربا عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على منحه هذا الوسام مثمنا جهود جلالته في ترسيخ العلاقات الاستراتيجية والتعاون الوطيد بين البلدين الصديقين والدور الحيوي لمملكة البحرين كشريك مهم في دعم الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر